السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات الكلية تقوم بعملية التصفية وتعيد كل ما هو مفيد وهام إلى الجسم وتعيد السكر والبروتين نعم هي تعيده إلى الدم والجسم أنت عندما تدخل إلى الحمام للتبول وتجد أن في البول رغوة تتسأل ما هذه الرغوة أو الفقاعات هل هي زلال بروتين أم هي رغوة عادية ليس لها تأثير سلبي البول يمكن أن يعطي علامات تحذيرية عديدة عند عمل أجهزة الجسم وهل هناك مشاكل في هذه الأجهزة أم لا لون البول ودرجة اللون الأصفر في البول بين الفاتح والأصفر الغامق لها علاقة بتركيز البول الفقاعات أو الرغاوة في البول قد تشير إلى مشكلة في الكلية أو مشكلة في الكبد وفي بعض الحالات مشكلة في القلب هناك أسباب غير مرضية للرغوة والفقاعات في البول أي أن هذه الرغوة تظهر بدون سبب مرضي أول سبب هو قوة وسرعة دفع البول وهذا يختلف من شخص لآخر فقوة وسرعة البول عندما يصطدم في التواليت تؤدي إلى تشكل رغاوة وفقاعات هذا الأمر طبيعي ولا يدعو لقلق بعض الأشخاص تظهر في البول عندهم رغاوة بسبب حجز أو حصر البول في المثاني وعدم التبول وهذا يكون لفترة زمنية طويلة ويمكن أن يؤدي حصر البول إلى التهاب في المثاني والتهاب في المسالك البولية وهذه الالتهابات قد تصبح مزمنة وصعبة العلاج وقد يحدث بسبب حصر البول أو عجز البول تمدد في جدار المثاني وهذا التمدد والارتخاء يضعف جدار المثاني ويؤثر على قدرتها بتفريغ البول وكل ذلك سيؤدي في المحصلة إلى نشاط البكتيريا والتهاب في المسالك البولية سبب آخر أيضا للرغاوة هو الجفاف وقلة السوائل في الجسم وهذا يحدث عند ممارسة الرياضة أو المشي مثلا الجفاف يسبب زيادة بتركيز البول وتشكل رغاوة عند التبول تناول الماء سيحسن تركيز البول ويخلص الجسم من الجفاف وتختفي الرغاوة من البول أمر آخر أو سبب آخر لرغاوة البول هو استخدام بعض المنظفات الصناعية في تنظيف الحمام فعند التبول البول يتفاعل مع مواد التنظيف ويمكن أن يؤدي إلى تشكل رغاوة وفقاعات في التواليت بعض الأشخاص يسرفون في تناول البروتين ويتناولونه بشكل كبير وهذا يؤدي إلى ظهور البروتين في البول وظهور رغاوة وزلال في البول الآن سأتحدث عن الأسباب المرضية لرغاوة البول وزلال البول قد تظهر رغاوة البول وزلال البول عند سيد الحامل تكون مصابة بتسمم حمل أو انسمام حملي مثلاً وارتفاع ضغط الدم ويظهر عندها ورم في الأطراف السفلية والقدمين وزلال أو بروتين في البول بسبب أذية وتلف في أنسجة الكيلة وفي الحالة الطبيعية لا يظهر الزلال في البول يعني البول الطبيعي لا يحتوي على زلال أو على بروتين الرغاوة وزلال في البول يمكن أن يظهران أيضاً بسبب ارتفاع ضغط الدم غير المعالى الشخص عنده ارتفاع ضغط الدم لا يعالج هذا الارتفاع بشكل صحيح ولا يضبط الضغط عنده وهنا يتسبب ارتفاع ضغط الدم بإطلاف أنسجة الكليتين وعن ظهور الرغاوة والزلال في البول يبدأ تورم القدمين والساقين وأيضاً يظهر انتفاخ تحت العينين أيضاً من الأسباب الشائعة لرغاوة وزلال البول مرض السكري عندما يرتفع السكر لفترة طويلة ولا يتم ضبطه يؤثر على أنسجة الكيلة ويسبب تلف في الكيلة وبالتالي تصبح الكيلة غير قادرة على إعادة البروتينات إلى الدم أيضاً من أسباب الرغاوة والزلال في البول الأمراض المناعية يعني الروماتويد، النقرس، الذئب الحمامية وباقي الأمراض المناعية من أسباب الرغاوة والزلال في البول أيضاً التهابات بأنسجة الكيلة هذه الالتهابات تكون بسبب تناول بعض الأدوية والمضادات الحيوية والمسكينات وهذا يؤدي إلى التلف في أنسجة الكيلة وتورم بالقدمين وبالساقين وظهور رغاوة وزلال في البول من أسباب الرغاوة والزلال في البول أيضاً الإصابة ببعض الميكروبات أو البكتوريا مثل الإصابة بالحمى الروماتيزمية التي تبدأ بالتهاب حلق وتتطور إلى إصابة في الكيلة وظهور زلال ورغاوة بالبول أنصح دائماً عن ظهور أعراض بولية وعدوى بكتيرية والتهاب مسالك بولية بإجراء مزرعة جرثومية للبول لمعرفة نوع البكتوريا تماماً واسم المضاد الحيوي المناسب لها من أسباب الرغاوة والزلال بالبول أيضاً الإصابات الكبدية بفيروس B وفيروس C وهنا تدل الرغاوة والزلال على حدوث مشكلة في الكبد بحاجة لعلاج بإشراف الطبيب قبل أن تتطور الحالة لا سمح الله ويحدث تلف بأنسجة الكيلة يجب استشارة الطبيب عندما تترافق رغاوة البول مع ارتفاع مستمر لضغط الدم لديك أو مترافق مع ارتفاع دائم بسكر الدم وتورم بالقدمين والساقين وحكي بالجسم بسبب ارتفاع البولة والكرياتينين وأيضاً الخلل بوظائف الكيلة وتورم تحت العينين ولون الوجه الترابي المتعب من الخطأ أن تظن أن تعبك وإرهاقك ودخولك المتكرر إلى الحمام ووجود الرغاوة في البول هو أمر طبيعي الأمر ليس كذلك يجب إجراء تحليل بول لتحديث سبب المشكلة وتشخيص المرض وعلاجه قبل حدوث أزية كلوية وفشل كلوي وأذكر مريض السكري بأهمية إجراء فحص شبكية العين مرة كل سنة على الأقل وأيضاً فحص السكر التراكمي ووظائف الكيلة وإجراء تحليل بول كل ثلاثة أشهر لكشف أي مشكلة في بدايتها وعلاجها قبل فوات الأوان أنتظر منكم دائماً وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعاً وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعاً وأختار من أسئلتكم مواضيع هام وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكراً لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سوياً في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر كأطباء أمراض باطنة وباحثين في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون من يرغب بدعم القناة واستمرارية القناة واستمراري بتقديم الفيديوهات يمكن أن يدعم قناتي من خلال ميزتين ميزة شكراً وأيضاً من خلال ميزة الانضمام إلى القناة أحبكم جميعاً عائلتي الجميلة آت الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته